أفاد موقع أونفورم نابالم الاستخباري بأن روسيا تنشر دبابات ومدرعات على الحدود مع أوكرانيا نشر الموقع مقاطع فيديو سجلها ناشطون في قرية رودنيوكوفا بمنطقة روستوف الروسية تكشف عن تحرك أرتال من الدبابات وناقلات الجند المدرعة على طول الطريق السريع على بعد 30 كم من الحدود مع أوكرانيا تظهر في مقاطع الفيديو دبابات من طراز تي 72 المعدلة ومدافع الهاوترز ذاتية الدفع أكاتسيا يرى خبراء في الموقع أن حركة الدبابات والعربات المدرعة الروسية ترجح استعداد القوات الروسية للقيام بعملية هجومية اشتركوا في القناة